بعد نحو شهر من زيارة رئيس الحكومة محمد السوداني إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن جولة شملت مباحثة روج الإعلام الحكومي لها بأنها كانت ناجحة للغاية عقب الاتفاق على أطر وطبيعة العلاقات بين العراق وأمريكا ووضعها على المسار الصحيح خرج اليوم الرئيس بايدن معلنا أمام الكونغرس عن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالعراق لعام إضافي بايدن قال إن العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهم وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق ما تزال تشكل تهديدا غير اعتياديا للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وواشنطن أيضا إجراء أمريكي نسف كل الدعاءات قوى الإطار التنسيقي بأن العراق بات في ظل حكمها مستقرا ومزدهرا لدرجة أن السوداني طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش بإنهاء مهام بعثة يونامي بذريعة أن العراق بلغ مرحلة ما عاد بحاجة فيها للوصاية الأممية قرار إبقاء العراق تحت بند حالة الطوارئ الأمريكية أطاح بطموحات السوداني باتجاه منح العالم انطباعا مفاده أن العراق آمن بما يكفي من أجل منح حكومته شرعية مفقودة فضلا عن إمكانية الاستثمار فيه واستقبال الشركات العالمية للعمل على أراضي البلاد دون التعرض للإبتزاز والمساومات وهو خلاف ما أكدته السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومن بشأن تعرض شركات ومستثمرين ألمانيين في العراق إلى مضايقات من بينها دفع إتاوات لجهات متنفذة القرار الأمريكي جاء بعد يوم من تجديد الحكومة البريطانية تحذيرها بعدم السفر إلى العراق بشكل كامل وهو ما يعني وضع العراق من جديد في قائمة واحدة مع دول تمر بحالة حرب أو مخاطر أمنية وبالتالي فإن حالة الازدهار التي تتحدث عنها حكومة الإطار ليست أكثر من ظواهر إعلامية تزخر بها منصات إلكترونية يدفع نفقاتها السوداني